سلام عليكم. آآ شباب تانية سنوية. رفتوني جدا او بسعد جدا بتجدد اللقاء معاكم. يمكن بيتجدد معنا اللقاء في مكان تاني. لكن ان شاء الله بإذن الله هنكمل اللي احنا كنا بدأناه. والحب اللي كان متبادل ما بيننا والثقة اللي متبادلة ما بيننا. ان شاء الله بإذن الله تكمل. قدر الامكان احنا نحاول نحقق اللي انتم طلبتوه مننا. كل الناس طلبت مننا اللي احنا نركز شوية كده في شابتر وون البرطيشن الاخير او البرطي الاخير اللي هو بداية من الquantum numbers واخد بالك. مش option اللي انت تبقى متمكن من قصة الquantum numbers دي. كل تركيزنا ان شاء الله بإذن الله بعد ربنا سبحانه تالى على اللي احنا نتمكن من قصة الquantum numbers لان هي مكملة مع حراكة ابعد مادة. كل الناس طلبت ان عندها مشكلات بداية من الquantum numbers مرورا بالالكترونيك كونفيجريشن بفضلا بناسة عائلة ثم بمساعدتنا ليكم هنحاول نحل كل المشكلات دي على بركة الى كده خلينا نبدأ كده عندنا اولاد هنبدأ الكوانتوم نومبرز من اولها ركز كويس جدا 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 في اللي انا هقوله مع حراك دلوقتي وحاول قدر الامكان اللي انت يكون تركيزك في اقصى ما يمكن حتى لو الكلام ده او المعلومات دي اول مرة بتسمعها ان شاء الله ما ترتبكش مبدايين كده عندنا اولاد ايه اهمية الكوانتوم نومبرز الكوانتوم نومبرز اصلها هتوصف العنوان بتاع الالكترون يعني يا مستر محمد يعني انا محتاج ابقى متمكن بدرجة كبيرة جدا من عنوان الالكترون يعني ايه عنوان الالكترون يعني اعرف كل حاجة تخص الالكترون بمعنى اعرف الديستنس ما بين الالكترون ونيكليس اعرف الشيب بتاع الالكترون كلاوت طبعا دي جمل مش اول مرة حركت اسمعها اعرف كمان عندنا اولاد حاجة اسمها الاربتال الاربتال اللي موجود فيه الالكترون اعرف كمان حاجة اسمها spin motion للالكترون ده التارجت اللي احنا ان شاء الله بإذن الله عايزين نحققه اول حاجة كل الارقام اللي هتعرفني معلومات مهمة جدا عن عنوان الالكترون اسمها quantum numbers واحدة واحدة كده عندنا اولاد ركز معي في كل جمله هولا لحضرتك اول quantum numbers بنسميه principal quantum number ايه بقى الprincipal quantum number ده وايه القصة بتاعته وهيدينا معلومات ايه وحصلنا عليه ازاي مبدئيا الprincipal quantum number ده عندنا اولاد السمبل بتاعته n small معلش مستر محمد مهم جدا نعرف كل المعلومات بداية من السمبل لأقصى معلومة هيوصلها لنا او هنوصلها عن طريق الprincipal quantum number principal quantum number ده عندنا اولاد الهدف منه الاساسي اعرف ايه الهدف منه الاساسي اعرف الديستانس اعرف الديستانس between electron and the nucleus الديستانس of the electron from the nucleus طيب هو ايه الهدف او ايه القيمة او ايه الميزة لو انا عرفت الديستانس ما بين الالكترون ونيكليس اه اكيد انت فاكر من كلام بور انت فاكر من كلام بور عندنا اولاد ان الديستانس دي بتديني الانرجي فاكر حراك لما كان بور بيناقش الاتوميك استركشور ووصلنا ان الانرجي ليفلز من الكي للكيو وكل ليفل له ديستانس له ريديس معين بعد معين عن النيكليس وكل ديستانس عندنا بيترجم لقيمة انرجي طيب يعني معنى كده ان البرينس والكونتوم نمبر له هدف اساسي محدد ايه هو؟ يعرفني الديستانس ما بين الالكترون بالنسبة للنيكليس ومدام عرفت الديستانس اكيد انا هاعرف قيمة الانرجي بتاعت الالكترون طب ايه الارقام وايه قصة الارقام وايه عندنا المفاهيم اللي هتوصل لنا لما نعرف البرينس والكونتوم نمبر والديستانس اولا حراك لو فاكر لو انا هعتبر ان هي دي النيوكليس بتاعتنا ودي عندنا الفيرست ليبل اللي هو كي ودي عنده حراكة الساكند ليبل ودي الثيرد ليبل ودي الفورث ليبل اللي هي كي ال ام ان وهكذا دول عندنا اولاد البرينسبال انرجي ليبل اللي بور سبق والهالنا طيب الوردر بتاع كل برينسبال انرجي ليبل يعني اوردر اوردر ده يعني ترتيب الليبل بعدا وقربا من النيوكليس الوردر بتاع الليبل الاولاني هو 1 الوردر بتاع الليفال التاني هو 2 الوردر بتاع الليفال التالت هو 3 الوردر بتاع الليفال الرابع هو 4 وهكذا يعني الوردر بتاعتنا عندنا أولاد بتاخد من 1 ل7 طب برضه ميستر محمد هي يعني أوردر قولك أوردر دي بتترجم عندنا الديستانس بمعنى الوردر بتاع الليفل الاولاني اللي هو الوردر بتاع الليفل كي الديستانس ما بينه وما بين النيجلس دي ارقام مفترضة عندنا اولاد قيمة الديستانس هنا هي 0.7 انجستروم يعني يا مستر محمد طبعا الناس اللي بدأت في شابتر 2 طبعا ان شاء الله قدر الامكان هنحاول نضغط كده المعلومات ونوصل بإذن الله ان شاء الله لأقصى ما تتمنوا بإذن الله ان شاء الله الانجستروم انت عارف ان هي للديستانس الصغيرة فانا بقول له هارضك البعد ما بين الليفل الاولاني والنيجلس هي 0.7 انجستروم طيب والليفل التاني فمستر اكيد الليفل التاني عندنا ابعد شوية هقول له هارضك هو 1.7 انجستروم دي ارقام مفترضة يا ولاد عشان تساعدك في التخيل شوية طب والليفل التالت الوردر بتاعته اللي هو بوعده عن النيجلس 2 انجستروم الليفل الرابع مثلا هي 2.1 انجستروم كمان مرة يعني اردر الليفل اردر الليفل بيترجم عندنا لديستانس والديستانس دي هتترجم لانرجي في حد من حضراتكو اكيد دلوقتي عندنا واخد بالو ان فيه فرق في الديستانس ما بين الفيرست ليبل والسكند ليبل اقدر احسابه هيطلع كامل طول هيطلع عندنا مستر 1 انجستروم طب فيه فرق ما بين الليفل التاني والليفل التالت هيطلع كامل هيطلع على حارتك ادي 0.3 انجستروم طب فيه فرق برضه ما بين الليفل التالت والليفل الرابع هيطلع الفرق عندنا 0.1 انجستروم قيمة اللي انا وصلت له دلوقتي عندنا اولاد كان فيه جملة في بور مودل اعتقد هي كانت مش مفهومة شوية ممكن دلوقتي ان شاء الله نقدر بمساعدة ربنا سواء تعالى حسنا الأرقام اللي طلعها دي نفهم الحاجات اللي كان بيقولها بور بور كان بيقول as we go away from the necklace الدستانس ما بين والليفل دي حقيقة شايف كده حارتك البعد ما بين الفرست والليفل والنيكليس هي 0.7 البعد ما بين السكند والنيكليس هي 1.7 البعد ما بين الثيرد والنيكليس هي 2 البعد ما بين الفورث والنيكليس هي 2.1 بس الجملة بقى اللي كانت بيتلغبط الكل عندنا أولاد الفرق في الدستانس ما بين الفرست والسكند الفرق في الدستانس ما بين الثيرد والسكند الفرق في الدستانس ما بين الفورث والسكند كان في جملة بيقول لحارتك as we go away from the necklace الدستانس between الليفلز ديكريس أعتقد الأرقام دي هتحدد لك أو هتساعدك في فهم الجملة اللي أنا بقولها لحارتك أو اللي كانت بتتقال لوقت بور كما مرة يبقى قيمة البرينس والكونتام نمبر علمني إيه تقول يعلمني order level طب يعنيه order order يعني الدستانس للإلكترون relative to the necklace طب والدستانس دي أنا مدي لك أرقام مفترضة فديتك في إيه تقول يعلمتني إن فيه فرق ما بين كل level وlevel بقيمة معينة وزي ما أنت شايف كده الأرقام اللي أنا فرضها لك هتساعدك تفهم شوية بدرجة كبيرة المودل بتاعة بور طيب بس كده قولك لأ حاجة كمان عندنا دستانس من أيام بور وإنت عارف إن هي درجة لبروبورشن مع الإنرجي بمعنى لو أنا بتكلم على الفيرست ليبل اللي هو الديستانس ما بينه وما بين النييكليس 0.7 انجستروم أكيد هتبقى له قيمة إنرجي معينة السكند ليبل اللي هو الديستانس بتاعته 1.7 انجستروم أكيد هتبقى الإنرجي بتاعته أعلى شوية الثيرد ليبل أعلى شوية الفورث ليبل أعلى شوية وهكذا لغاية ما نوصل عندنا للليبل السابع يعني القصة مش قصة أرقام وخلاص المهمة عندنا أولاد قيمة الرقم ده المعلومة أو القيمة اللي أنا هستفدها من معرفة الرقم ده القيمة الأساسية اللي أنا هعرفها اللي هيهدهاني قيمة الرقم ده هيديني معلومة خص الديستانس وبالتالي هقدر هترجمها عندنا الانورجي طيب وفقا بقى للمعلومات اللي أنا أولتهي لك أعتقد أن حارتك عارف أن البرينس والكونتوم نمبر كده اللي هو السيمبل بتاعته إن سمول ممنوع ممنوع ياخد أرقام زيرو ليه ممنوع ياخد أرقام زيرو واللي حركة مستر والله إذا أنا فاهم أن البرينس والكونتوم نمبر ده هو ديستانس ديستانس ما بين الليفل والنيوكليس أو الالكترون في الليفل والنيوكليس استحال أن يكون فيه إلكترون بعده عن النيوكليس زيرو حاجة كمان ممنوع كمان البرينس والكونتوم نمبر ياخد قيم بالنيجيتف ده ممنوع ليه مستر محمد أولي حارتك قيمة البرينس والكونتوم نمبر لو طلع بالنيجيتف معنى كده أنه هو الالكترون جوه النيوكليس والحاجات دي حاجات ممنوعة طب إيه المسموح المسموح عندنا للبرينس والكونتوم نمبر اللي هو السيمبل بتاعته إن سمول هياخد أي قيمة بسطف بس اخد بالك أي قيمة بسطف صحيحة بمعنى وان تو سري فور فايف سيفن ايت ناين تن معلش مستر محمد هو فيه ايت فيه ناين فيه تن أقول لك ممكن خلي بالك فيه مساحة للاجتهاد فيه مساحة اللي انت تكتشف ليفل تامن أو تاسع أو عاشر وهكذا يعني من الممنوعات للفاليو بتاعت البرينس والكونتوم نمبر إنه ياخد قيم زيرو أو قيم نيجيتف أو قيم عندنا بالبوينت من المسموح إن البرينس والكونتوم نمبر ياخد أي قيمة بسطف طبعا احنا عرفنا هنا كده وقررنا ده ممنوع لي لأن القيم بتاعت البرينس والكونتوم نمبر هي ديستانس والديستانس ما فيش ديستانس بالنيجيتف ولا ديستانس زيرو طب طمام هل دي بس المعلومة الوحيدة اللي بيدها لنا البرينس والكونتوم نمبر قولك لأ بس قبل ما نعدي على المعلومة التانية ركز كده عندنا بسرعة في الكلام اللي أنا قلته الحدوتك الكلام لنقود الحراكة عندنا البرينس والكونت Blockchain بيعلمني طب انا افترضت الحراكة عندنا الارقام الارقام دي فادتني في ايه لما بعرف الديستانس ما بين نيكلس والالكترون او الديستانس ما بين الالكترون ون نيكلس هقدر اترجمه لقيمة energi طبлон ما عبرت الحراكة عندنا بارقام دي اعتقد بقى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إيه المعلومة التانية؟ المعلومة التانية عندنا أولاد وهي معلومة ما تقلش أهمية خالص عن المعلومة الأولى إن عم طريق البرينس والقونتم نومبر اللي هو علمنا أوردر الليفل والأوردر عندنا احنا اتفقنا يعني ديستانس والديستانس دي عندنا بتترجم لو فاكر من شوية لقيم إنرجي هيعلمنا حاجة تانية مهمة جدا عندنا أولاد هيعلمنا النومبر أو إلكترونز طيب فيه حاجة أتمنى اللي أنت حركت عرفها مني دلوقتي هو طبعا فيه قوانين لكن البداية ما كانتش القوانين البداية عندنا أولاد كانت تجارب علمية وبعد التجارب العلمية والإثباتات الرقمية ابتدنا نعمل صياغة قانونية أو صياغة قانون عشان كلنا نقدر نستخدمها كمان مرة يعني إحنا ما صحناهش من نوم قلنا إن عشان أجيب لك عدد الإلكترونز في كل هشتغل برول توين سكوير ما اللي عملنا يا مستر ابتدينا ندرس ونحقق فعليا وعمليا عن طريق لغاية ما وصلنا لقيم رقمية ثم عملنا الصياغة بتاعة القانون تاني يعني الأول عندنا الدراسة زي ما بالضبط اللي حراك أنت الأول بتدرس وتتمكن وبعدين إن شاء الله بإذن الله تفكر في الأسئلة اللي عندها مستوات أو قدرات عليا أرجوك لو سمحت العلم بيعلمنا مش مجرد لإحنا نتعلم المعلومة ولكن كمان بيعلمنا منهج الحياة يعني يا مستر محمد يعني أنا عن طريق المعلومات العلمية أنا بقدر أتمكن أنا هشتغل إزاي في حياتي أنا هتمكن إزاي في شغلي يعني العلم علمنا مفيش قانون واحد ثابت بنص حنحطه من غير تحقيق لأ ده إحنا بنحقق الأول وبعدين بنعمل الصياغة القانونية إن شاء الله كده ربنا حقق لك أقصى أمنيك اللهم أمين طيب خلينا نقول عندنا أولاد الفيرست ليبل أدي الفيرست ليبل وأدي الساكند ليبل وأدي الثيرد ليبل وأدي الفورث ليبل طبعا لغاية الليبل السابع أكيد أنت عارف لما عملنا أناليسيز للإلكترون كلاود والدينيستي بتاعت الإلكترون كلاود واحظنا حاجة غريبة شوي واحظنا أن الفيرست ليبل may be saturated maximum ب2 إلكترون الساكند ليبل may be saturated maximum ب8 إلكترون الثيرد ليبل 18 إلكترون الفورث ليبل 32 إلكترون يعني العلم أثبت أن الفيرست ليبل أقصى حلمه ياخد اتنين إلكترون وكذلك الساكند ليبل 8 والثيرد ليبل 18 من الأرقام دي عندنا أولاد ابتدينا نحط صياغة رقمية الصياغة الرقمية دي لو أنا حابب أجيب لك عدد الإلكترون في كل هشتغل بالرول طيب معلش مستر محمد ايه إن دي؟ قولك إن دي هي عبارة عن أرقام طيب الأرقام دي بتعبر عن إيه؟ طيب مستر الأرقام دي بتعبر عن أردر طيب الأردر دوان عبارة عن إيه؟ عبارة عن ديستنس والديستنس عبارة عن أنيرجي الرول دواني سكوير ده عندنا أولاد انت كاتب لي هنا كده يا مستر الليفل الأولاني لغاية الليفل الرابع معنى كده إن الرول ده بقدر أستخدمه من الليفل الأول للليفل الرابع طيب بعد الليفل الرابع اللي هو الخامس والسادس والسابع لقينا عندنا أولاد بعد الليفل الرابع عدد الإلكترونز هي 32 نط إكسيد عن 32 الله يعني الدراسة وصلتني إن الفيرست ليفل ماكسيمم فيه اتنين إلكترون الثاني إيت الثيرتي إيتين الثورث ثيرتي تو بعد كده قررت إن فيه علاقة رقمية ممكن تساعدني في الحسابات اللي هي 2N سكوير بس اخد بالك العلاقة الرقمية دي أقدر أستخدمها فقط إمتى؟ لو كانت قيمة الان اللي هي أوردر الليفل لس ذان أو إيكوال فور تاني يعني ما أقدرش أشتغل بالرول دي ليا 2N سكوير على الليفل الخامس أو السادس أو السابع أو التامن أو التاسع إن وجد لي يا مستر؟ عدد الإلكترونز في الليفل الخامس السادس السابع هي 32 برضو هل فيه سبب؟ العلمة قال لو عدد الإلكترونز إكسيد عن 32 هيبع عندك عدد إلكترونز كتيرة جدا طب والإلكترونز دي عندنا اللي تشارج بتاعتها إيه أولاد تقول اللي تشارج بتاعتها نيجيتب طب تواجد عدد كبير من اللي تشارج النيجيتب في مكان واحد وكمان خد بالك الدستانس ما بين الليفل زي زي ما قال بور بتقل إيه اللي هيحصل ما بينهم؟ هيحصل ما بينهم ريبالشن تنافر طب والتنافر ده هيوصلنا لإيه؟ هيوصلنا إن كل ليفل مش هيبع عنده قدرة إن هو يحتفظ بالعدد المسموح من الإلكترونز هيني؟ يبقى البرينس والقونتم نمبر ده لك معلومتين مهمين جدا أوردر الليفل أوردر الليفل أوردر الليفل ده أنا عندنا يعني دستانس والديستانس بتترجم لإنرجي بيديلنا كمان النمبر أو إلكترونز بالقانون تو إن سكوير ما تخليك فاكر ما تنساش إن القوانين بتتحط بعد الدراسة مش قبلها القانون ده أقدر أطبقه لغاية الليفل الرابع يعني لازم تكون الإن smaller than أو equal for دي المعلومات اللي هيديه لنا البرينس والقونتم نمبر طيب هل المعلومات دي معلومات جديدة؟ وخصوصا أوردر الليفل وخصوصا الديستانس ما بين الليفل والإلكترون أو الليفل والنيوكليس أو الإلكترون والنيوكليس كل دي بمعنى واحد أقول لك لا الجمل دي عندنا أولاد سبق واستخدمها بور في الموديل بتاعه فاحتراما لبور بننسب البرينس والقونتم نمبر عندنا البور ده المعلومات الأساسية اللي لازم تكون متمكن وعرفها كويس عن البرينس والقونتم نمبر بس عشان نكمل بقى تكملة مصبوطة إن شاء الله لازم نعرف القونتم نمبر التاني طيب القونتم نمبر التاني ده هل هيديني قيمة؟ هل هيديني معلومة؟ هل هيديني إضافة؟ خد بالك كل رقم بنعرفه عن الإلكترون كل معلومة بنعرفه عن الإلكترون بتقربني شوية من التعرف على الإلكترون وما تنسيش أنا قلت لك بصورة مهمة جدا أو بصورة مباشرة جدا إن أنا الأرقام بتاعة الكوانتم نمبر سهتخليني أتعامل مع الإلكترون كإني شايفه بالظبط يعني إحنا قادر الإمكان هنا هنحاول برضو نتعامل معك كإننا شايفينك بالظبط يعني إيه نعرف كل حاجة عن مستواك نعرف كل حاجة أنت عايزها نعرف كل حاجة هتساعدك بعض ربنا سوعة تعالى نفس القصة بنتعامل مع الإلكترون بنفس المبدأ الكوانتم نمبر هتخليني أكون فكرة شبهة حقيقة عن كل ما يخص الإلكترون تاني كوانتم نمبر بقى عندنا يا أولاد اسمه سبسيدري كوانتم نمبر إيه السبسيدري كوانتم نمبر ده؟ أولا السيمبل بتاعته إل اسمه؟ طيب مين وصله؟ ووصله إزاي؟ في عالم مهم جدا اسمه سامر فيلد سامر فيلد قرر يبتدي يعمل زي بالظبط كده عندنا يا أولاد يحاول يطور الجهاز بتاع الاسفكتروسكوب وبحد فاكر جهاز الاسفكتروسكوب بتاع بور يا أولاد يقول الجهاز الاسفكتروسكوب ده اللي برجع له الفضل بعض ربنا سعى تعالى في كل المعلومات اللي احنا وصلنا لها عن الاتوميك استراجشور سامر فيلد طور الجهاز بتاع الاسفكتروسكوب بتاع بور وبعدين خلينا نقارن كده ما بين اللي شافه بور واللي شافه سامر فيلد خلينا اقول له حراك كده بور شاف ادي طبعا سنتر الاتوم تاعت رادر فورد لو فاكر ادي الفيرست ليفل اللي بور قال لنا عليه اللي الاردر بتاعته وان وادي الساكند ليفل اللي الاردر بتاعته تو وادي الثيرد ليفل اللي الاردر بتاعته ثري وادي الفورث ليفل اللي الاردر بتاعته فور طبعا لغاية الليفل السابع ده كلام بور ما تنساش برضو النبور او البرينسبال كونتم نمبر اللي نسبنا البور اداني عدد الالكترونز كل برينسبال انرجي ليفل اللي احنا قررنا اللي فيه قانون بعد الدراسة اديته الحراكة عندنا قلتلك بيتطبق لغاية الليفل الرابع ابتدى سامر فيلد بس بالمور ادفانس دي سبيكتر سكوب يدرس نفس الاتوم بتاعت بور شاف ايه شاف عندنا اولاد الفيرست ليفل اللي له ديستانس معينة فاكر الديستانس بتاعته كنت انا مديلك شوية ارقام كده عندنا اولاد اعتقد كنت بقول لها حراكة ده الديستانس ما بينه ما بين النيوكليس 0.7 انجستروم وهنا اعتقد كانت 1.7 انجستروم وهنا كانت 2 انجستروم وهنا عند حروتك كانت 2.1 انجستروم دي كانت القيم اللي بتعبر عن الديستانس زي ما قلتلك ابتدى سامر فيلد ييجي على الديستانس اللي حددها عندنا البرينسبال كونتم نمبر ابتدى يشوف الاتومك يستركشور شف إيه؟ شاف ان في الليفل ده شاف شكل كلاود عاملة سفيريكل سيميتريكا في الليفل التاني أو على البعد التاني شاف شكل كلاود سفيريكل سيميتريكا وشاف شكل كلاود تاني عاملة كده الله يعني هو شاف اشكال للكلاود بور او البرينسبال كونتوم نمبر ما كانش قادر يرسم لنا الصورة بتاعته هل ده نتيجة يعني مشكلة عنده بور اقول لك لا المشكلة عندنا كانت في الجهاز لسبيكتر سكوب طب سامر فيلد جاء عندنا يا ولاد على الليفل التالت شاب برضو عندنا سفيريكال سيميتريكال وشاف كلاود نفس الشكل بتاع الساكند ليبل ده شكل كلاود دي اشكال هنعرف تحديدا دي الاشكال الحقيقية اللي سامر فيلد شافها شاف كلاود تانية مختلفة شوية كده ماليش يا مستر ايه الكلاود دي اقول لك الكلاود دي ابتدى سامر فيلد يقول لنا ده دي اسمها ساب ليبلز اللي يعني سامر فيلد ابتدى يناقش ان داخل الليفل حاجات اكثر دقة سمها ايه اللي يسمها ساب ليبل طب اكتشافها ازاي شاف اشكال للكلاود اللي يعني الهدف من السبسيدري كوانتوم نامبر ده اللي وصل له سامر فيلد عن طريق المور ادفانسد سبيكتر سكوب وصف شيب الكترون كلاود شيب الكترون كلاود شاف شيب للكلاود شكلها سفيريكال سيميتريكال فسمى الشيب ده ساب ليبل اس اللي يعني اي سفيريكال سيميتريكال هيسميه ساب ليبل مين يا شباب اس طب فيه عند حارضك شيب مختلف الشيب المختلف ده سماه ساب ليبل بي عامل شكل ضمبل اي شيب عاملك شكل ضمبل بيسميه ساب ليبل بي وفيه شيب تاني عامل شكل ديفيوجن سماه ساب ليبل دي وفيه شكل تالت او شكل رابع معقد اكتر سماه الفيوجن ده اللي هو السابليفل الفيوجن اللي هو موجود عند حروتك يعني السابليفلز عندنا مستر اللي وصل لها سمر فيلد عن طريق وصف شيء بالالكترون كلاود هي الاس والبي والدي والاف فتبالك يبقى انا كده عرفت ايه دونستان انا عرفت ان في عندي حاجة اسمها سابليفلز مين السابليفلز تقول السابليفلز عندنا اللي هي الاس والبي والدي والاف طب السابليفلز دي وصلنا لها ازاي عن طريق وصف شيء بالالكترون كلاود طب انا عايز اديها قيم رقمية ادي للاس ده قيمة زيرو قيمة وان قيمة تو قيمة ثري اه انا سمع حد من حركة بقول لي مستر ازاي تديها قيمة زيرو اقول لي اخد بالك القيم دي قيم لوصف شيءب الكلاود الله غير قيم الان خالص قيم الان اللي هي كانت بتوصف عندنا الديستانس الديستانس مستحيل ياخد قيم زيرو لكن دي ارقام بتعبر عن اشكال للكلاود دي ارقام بتعبر عن اشكال للكلاود ازا متاح احط زيرو او 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 ثري وهكزا يعني ايه مستر اوليها حراك يعني خد بالك وان بشرح لك ال describes ال coup number قيمة زيرو مناخد قيمة زيرو ليه ممنوع ناخد قيمة زيرو بتقولي مستر حراك مفيش حاجة اسمها distance zero طب في السبسيدري quantum number متاح ناخد زيرو او 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 اوっていう لان دي ارقام مش بتعبر عن مسافات دي ارقام بتعبر عن شيب للالكترون كلاود ارقام بتعبر عن شيب للالكترون كلاود اخيرا ليس من الصب ليفلزي بالاسامة ذي والك مدام هي بتعبر عن أشكال الكلاود يبقى الحروف دي بتعبر عن أشكال الكلاود يعني أي سابليفل شكل spherical symmetrical هسميه S وأعبر عن شكله بزيره أي سابليفل شكله dumbbell هسميه سابليفل B أي سابليفل الشكل بتاعه diffusion هسميه عندنا سابليفل D diffusion دي يعني فيه انتشار أو فيه تباعد شوية أي سابليفل الأوربتالز بتاعته كتير أو الكلاود بتاعته كتيرة شوية بس متماسكة مع بعض بسميها fusion وده بسميه سابليفل F يبقى احنا تعلمنا إيه؟ والله احنا تعلمنا أن الـ quantum number أرقام بتعبر عن distance وتعلمنا كمان أن الـ quantum number أرقام بتعبر عن شكل كلاود دول هيقربونا بدرجة كبيرة جدا 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 اللي احنا نتعامل مع الإلكترون وكأننا بنشوفه بالظبط كل الرجاء أن يكون الحاجات اللي أنا وقتلك دي بتساعدك بعض ربنا سواء تعالى على وعد اللي احنا نكمل كده المعلومات بتاعتنا ودي لك كده شوية أسئلة إن شاء الله تعبر عن قيمة تقديرنا لك بإذن الله إن شاء الله تساعدك بعض ربنا سواء تعالى السلام عليك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر